اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برامجكم حديث اليوم بعد اكثر من شهرين من اعلان الاتفاق بين روسيا والنظام التركي لاقامة منطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سوريا ما تزال المنطقة تعيش فلتانا امني متصاعد وخروقات بين الاطراف المتنازعة في حين انعقد في مدينة القامشلي ملتقى شوخ ووجهاء القبائل ضد الاحتلال التركي للتنديد باعتداءاته الاخيرة والتأكيد على وحدة مكونات المنطقة في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال التركي بفرض حظر تجوال في مدينة عفرين يشمل المدنيين والعسكريين في خطوة هي الاولى من نوعها منذ احتلال المنطقة تشهد المنطقة منزوعة السلاح شمال غرب سوريا تصاعدا مستمرا في الفلتان الامني وتصاعدا من قبل جميع الاطراف المتنازعة في المنطقة ادى الى مقتل اكثر من مئة شخص خلال الشهر الاول من سرايان الاتفاق بعد اكثر من شهرين على اعلان اتفاق بين روسيا والنظام التركي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في ادلب ومناطق في ارياف محافظات حلب وحمى واللاذقية يتضمن اخلاء المنطقة من التنظيمات الارهابية والسلاح الثقيل وبعد مرور اكثر من شهر على بدء سرايان الاتفاق ما تزال المنطقة منزوعة السلاح تشهد تصاعدا ملحوظا في الفلتان الامني هذا تصاعد تبرز صوره في حالة الاغتيالات المستمرة والقتل والتفجيرات والاقتتال بين الفصائل المسلحة لاسيما المدعومة تركيا والتنظيمة الارهابية بالاضافة الى اشتباك تلك الفصائل والتنظيمات مع قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له القصف المتبادل بين النظام وتلك الفصائل يستمر كذلك بوتيرة متصاعدة يوما بعد اخر ويثير اخر توثيق للقصف تعرض بلدة اللطامنة بريف حمى الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات النظام واستهدافها قرى البويضة ومعركبة وحسراية في المنطقة ذاتها بالرشاشات الثقيلة ومناطق في سهل الغاب بريف حمى الشمالي الغربي بالتزامن مع ذلك تعرضت مناطق في محيط قرية الزكاة ومنطقة الخوين بريف ادلب الجنوبي الشرقي للقصف بالاضافة الى قصف مكثف على قرية قطرة في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف ادلب في شمال نقطة المراقبة التركية في الصرمان كما قصفت قوات النظام مناطق في جبل التركمان بالريف الشمالي للاذقية الفصائل المسلحة والارهابية تقوم كذلك باستهدافات مستمرة على مواقع تابعة للنظام والميليشيات الموالية له كان اخرها استهداف مواقع في ابو دالي وسنجار وامحارتين وعطشان في ريف ادلب وحمى القصف المتبادل والاشتباكات بين النظام والفصائل المدعومة تركيا بالاضافة الى التنظيمات الارهابية اسفر خلال الشهر الاخير فقط عن مقتل اكثر من مئة شخص من الطرفين في ظروف مختلفة كما حصدت عمليات الاغتيال والقتل والتفجيرات والاشتباكات المئات من الارواح من العناصر المسلحة والمدنيين بالاضافة الى مئات الجرحة من المدنيين والاطراف المتصارعة وفي حين اعلنت روسيا فشل الاتفاق من خلال عجز المخابرات التركية عن فصل الارهابيين في المنطقة عن غيرهم تتصاعد التحذيرات الاممية من مأساة انسانية تهدد حياة اكثر من ثلاثة ملايين مدني في المنطقة في حين يستمر الفلتان الامني والخروقات بين اطراف النزاع في قتل وتشريد المزيد من المدنيين السوريين وللمناقشة حول هذا الموضوع يرحب بضيفه في الاستيديو الأستاذ أكرم محشوش نائب الامين العام لحزب المحافظين الديمقراطي وينضم إلينا أيضا من لندن المحلل السياسي سامر خلوي أهلا بكم ضيوفي الكرام أهلا بكم أستاذ سامر يعني بعد فشل تركيا في الإيفاء بتعهداتها بحل الفصائل الإرهابية في إدلب تزداد وطيرة القصف المتبادل بين قوات النظام السوري والفصائل المتواجدة هناك يعني هل هذا يعني أن لغة السلاح هي الحل الأخير المتبقي لمسألة إدلب؟ يعني كما هو معروف أن نظام بشار الأسد المجرم لا يفهم إلا لغة القوة وكل يعلم أنه لا يحترم أي تعهد يقطعه هو أو حليفه الروسي هذا هذه طبيعة نظام بشار الأسد أما بالنسبة لروسيا فروسيا أيضا لم تنجح في وقف هذا النظام المجرم عن انتهاك هذا الاتفاق الكل يعلم أن الاتهاكات تأتي من قبل عصابة الأسد ومن قبل الميليشيات الإيرانية وهذا ما حدث في الأيام الأخرى بالنسبة للفصائل لم تقوم هي بانتهاك هذا الاتفاق ولكن تقوم برد فعل على هذا الانتهاك من قبل عصابة الأسد والحرس الثوري الإيراني كما حصل في الأيام الماضية لأنه ليس من مصلحة هذه الفصائل نقض هذا الاتفاق وخرق هذا الاتفاق أما بالنسبة لبشار الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية فمن مصلحتها انتهاك هذا الاتفاق حتى يقولوا أن الفصائل لم تلتزم بهذا الاتفاق وأننا لن نقبل بهذا الاتفاق خاصة أن إيران ليست ممثلة في هذا الاتفاق من هنا هذه التحركات الإيرانية التي تأتي لخرق هذا الاتفاق من أجل إيجاد ذرائع لروسيا وروسيا طبعا تتقبل ذلك ليقولوا أن هذا الاتفاق لم ينجح وكالعادة روسيا والنظام المجرم في إيران يحمل المعارضة هم السبب بذلك ولكن الحقيقة هي عكس ذلك بشار الأسد عصابة بشار الأسد والحرس الثوري وأيضا روسيا هم من يحاولوا خرق هذا الاتفاق لأنه كما أعلنت روسيا وإيران وعصابة الأسد أنهم سوف يستعيدوا كافة الأراضي التي هي خارج عن سيطرة هذا النظام المجرم ومن بينها إدلب طيب ساذ سامر في حديثك قلت أن إيران لم تكن ضمن اتفاق سوتي سابقا لكن الآن إيران صرحت من الممكن أن تبعث حسب قولها أن تقول أنها هي قوات حفظ السلام هل هذا يعني أنه يعني إعلان مسبق للمعركة في إدلب؟ يا سيدي ألكل يعلم أن إيران تتربص في هذه المعطقة وتقوم بهذه الخروقات وتستعد لمعركة في إدلب وفي الريف حلب وأيضا في ريف اللاذقية وكافة المناطق التي هي خارج عن سيطرة نظام بشار الأسد المجرم هذا معلن من قبل إيران ومن قبل روسيا ومن قبل بشار الأسد ولكن تواجد التركي وتواجد القوات التركية هو من يمنع هذه القوات الإرهابية من الوصول إلى هذه المنطقة الآمنة التي يتواجد بها أكثر من ثلاثة ونصف مليون مواطن سوري مهجر من باقي المحافظات هاربا من عصابة الأسد والقوات الروسية المحتلة المجرمة والميليشيات الإيرانية وميليشيات حسن نصر الله أستاذ سامر أنت تقول أنها منطقة آمنة ولكن هناك شاهدنا في الأونات الأخيرة خاصة زياد عمليات الاغتيالات والقتل والخطف كل هذه وأنت تقول أنها مناطق آمنة كيف ذلك؟ نعم مناطق آمنة وأؤكد أنها مناطق آمنة لأنه لا توجد فيها قوات بشار الأسد المجرمة التي تقصف وتدمر وتعتقل وتخذب وأيضا لا تستطيع روسيا أن تقوم أيضا بإبادة هذه المنطقة كما فعلت في مناطق أخرى وأيضا الميليشيات الإرهابية التي تقوم بالقتل والاعتقال وبالنهب والسلم نعم هناك بعض الخلقات هذا صحيح ولكن أنا أتحدث عن المنطقة بشكل عام هي أأمن منطقة في سوريا وهي أأمن منطقة يمكن أن تتوفر حاليا إذا قيست في المناطق الأخرى نعم هناك بعض المشاكل هذا صحيح هناك بعض الانتهاكات هذا صحيح وهذا أمر طبيعي ولا يخلو من أي منطقة من المناطق ولكن أرجع وأقول أن هذه المنطقة التي تضم أكثر من ثلاثة ونصف مليون سوري مهجر من كافة المناطق السورية لجأوا إلى هذه المنطقة لأنه لا يوجد فيها قصف لا يوجد فيها قتل لا يوجد فيها دمار كما هو الحاصل في المناطق التي يسيطر عليها هذا النظام المجرم طيب أستاذ سامر اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ أكرم أستاذ أكرم ألا تعتقد أن تركيا من الممكن أن تبيع الفصائل المتواجدة في إدلب كما بعتها سابقا في الغوطة وأيضا في الجنوب نعم أخي كريم معارك إدلب قادمة لابد منها دليل هناك هدنة على أساس منذ أكثر من شهرين ولكن نرى بهذه الشهرين أكثر من مئة قتيل من الطرفين أيضا إدلب تم اتفاق في أسيتانا بسحب السلاح الثقيل ولم تهدر أتفاق سوتي أتفاق أسيتانا أتفاق سوتي تم الاتفاق فيه بعد الفصائل أو الجيش السوري عن الفصائل 20 كيلو متر أيضا ولم يتم ذلك بس أنا أستغرب يعني إحنا بنقول النظام الإرهابي ونجي نقول تركيا الأمان بيت تركيا يعني أستغرب من الأخ الضيف المحلل يعني إحنا اليوم شفنا محارك إدلب طيب إذا بدنا نقول آمنة المناطق اللطامنا آمنة سنجار آمنة بدامة آمنة خان الشيخون بإدلب آمنة بنش آمنة أين الأمان ثاني شي اللي يجعوا حاليا القوات اللي تم الاتفاق طبعا اتفاق لا دور لسوريا فيه الاتفاق هو روسي تركي لا دور للدولة السورية حقيقة فيه من خلال اتفاقات ومن خلال سوتي لا دور للدولة السورية إنما الدولة السورية قوة عسكرية لكن حقيقة ما خرق الاتفاقات هو جيش جبهة النصرة جبهة النصرة لم تلتزم وكانت الضامن لها تركيا لم تلتزم بتعليمات تركيا فهناك أدت خروقات في هذه المناطق نعم واجبت النصرة كاتية من احدى الفاصال التي رفضت اتفاق سوتي بالاضافة الى تنظيم حراسي الدين نعم وهناك ايضا معلومات كما قال ضيفك هناك قوة ايرانية يقال انها قادمة للمنطقة يمكن هذا التوتر لكن على ما اعتقد الحرب في ادلب قادمة لكن حاليا يتم او يبلغ المدنيين باخلاء من ادلب لكن معارك ادلب حقيقة الاتراك باعوا الفصائل حقيقة ايضا الروس ملتزمين والروس معروف تأييدهم للدولة السورية فهذا الاتفاق حقيقة صعب والهدنة هذه الهشة اللي منذ شهرين لم تكن بشكل صريح مباعة من الطرفين وهي مؤامرة تركية روسية ايضا ايرانية بنفس الوقت لقتل الشعب السوري ولقتل المدنيين واللي في ادلب هو كل تجمع من المسلحين في المدن من الغوطة ومن حلب ومن هنه ايضا هناك يقال في تسلل من ادلب باتجاه حلب من بعض المسلحين وهذا حكمنا الجيش السوري بده يرد عليه يعني فاتفاقات ادلب حقيقة لاهدنة اتفاقات ادلب لا اتفاقات ادلب مباعة كاملة من الاتراك والروس نعم ساذ اكرم هيئة تحريف شام كما ذكرنا الارهابية وتنظيم حراس الدين ايضا المتشدد والارهابي كما سمته الامم المتحدة هناك هولا رفضوا اتفاق سوشي ولكن في المقابل هناك فصائل مسلحة ايدت الاتفاق هذه الفصائل الان ما هي خياراتها في حال فرضت الحرب المصالحات والتسيطة كما يسميها النظام السوري ام المواجهة العسكرية طبعا الفصائل هي داخل الفصائل فيه هناك خلافات جبهة النصرة مختلفة مع احرار مختلفة مع الفصائل الاخرى داخل الفصائل هناك خلافات فمن اختلف مع جبهة النصرة حكما بده يوافق على المصالحات ومن وافق جبهة النصرة يبقى خارج المصالحات لكن جبهة النصرة لم تكن ضامنة لهذه الاتفاقات وايضا هناك ايضا معلومات جبهة النصرة قياداتها قريبا ستذهب الى تركيا بحجة الذهاب الى المملكة العربية السعودية بحجة العمرة فاتفاقات داخل ادلب حقيقة هي اتفاقات هشة اتفاقات ذل اتفاقات مباعة اتفاقات دولية لمصالح الدول لمصلحة روسيا ولمصلحة تركيا ولمصلحة ايران ولمصلحة الدولة السورية ايضا حقيقة ما في اتفاقات والايام القادمة ستثبت هناك خطة حاليا باتفاق المخابرات السورية مع المخابرات التركية في ايران على هذه النقطة سيكون هناك سحب للمدنين او اخراج المدنين بطريقة المصالحات الى مدنهم الذين اتوا منها ويبقى المسلحين ادات للقتل في ادلب نعم استاذ اكرم اسمح لي ان اعود الى ضيفي استاذ سامر من لندن يعني في حال شن هجوم واسع على ادلب من قبل النظام هل من الممكن ان يقوض العلاقات الروسية التركية هذا الهجوم يا سيدني قبل ان اجيبك على ذلك دعني اصحح لضيفك هذه المعلومات انتساقها وهي معلومات مغلوطة يقول ان تركيا باعت ادلب وفصائل المتلحة باعت لمن وكيف باعت هذا لديه موقف ضد تركيا هذا الشأنه الخاص اما ان يتحدث بمعلومات مغلوطة وحطاءة غير صحيحة فهذا شيئا اخر هذا من جانب انا اعلم انه تركيه في ادلب تركيه يمكن ان يتحدث ان تركيه في مطاقبات انتساقها هذا مطاقب مطاقبات وعملت مطاقبات وكهية مطاقبات لدي موقف مسبق ضد تركيا وهذا شأنه نحن نتكلم عن حقائق ووقائق وأكبر أن تركيا لن تتخلى عن هذه المنطقة لأنها ليست فقط منطقة آمنة للشعب السوري ولكنها منطقة آمن قومي لتركيا هذا ما أعلنه السيد أردوغان وهذا ما كبره أكثر من مرة عودة إلى سؤالك عصابة الأسد وكما يقول ضيفك الدولة السورية أي دولة سورية هذه التي يسميها دولة سورية وهل بقيت دولة سورية وهل بشرار الأسد يمثل دولة سورية هذه العصابة الحاكمة لا تستطيع ولا تجرؤ وليس لديها الإمكانيات أن تقوم بأي عملية عسكرية الكل يعلم ذلك تستطيع ذلك بعد أن روسيا تبدأ العملية وتمهد في القصف وتقوم ميليشيات وما تبقى الإيرانية وميليشيات حسن نصر الله وما تبقى من جيش الأسد في العملية العسكرية لا يستطيع جيش بشار الأسد ومن معه أن يقوم بأي عملية عسكرية والمنطقة الآن هناك أكثر من 85 ألف مقاتل تم تجميعهم من كافة المناطق السورية الذين رفضوا يسمى المصالحات مع هذه العصابة الحاكمة المجرمة وهؤلاء يتعطشون للقتال ولكن تركيا منعتهم من هذه المعركة وأبرمت اتفاق مع روسيا لتجنب هذه المنطقة معركة عسكرية من هنا هذه العصابة لا تستطيع ولا تجرؤ أن تقوم بهذا العمل عسكري ولكنها بالمقابل وهذا هام للغاية تقوم بانتهاكات لهذا الاتفاق حتى تعطي ذريع لروسيا لتقول أن لم يتم الارتزام بهذه الاتفاقية وكما هو معلوم الجانب الروسي يصطف مع هذا النظام المجرم ومع إيران وسوف يتهم تركيا والبصائل المعارضة بأنهم هم من يخرق ذلك من أجل إيجاد اتفاق جديد لهذه المنطقة أو بحجج أخرى لمهاجمة هذه المنطقة وللعلم وللتذكير ولتصحيح لضيفك في الستوديو أنه تم سحب السلاح الثقيل بمسافة 20 كيلو متر وتم إبعاد كافة الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة وهذا أمر معروف وأيضا نعم سيد سامر أيضا معلوم أخرى فقط تسمحني بالكلمة أن هناك بناطق لم توافق على الاتفاق التركي الروسي خاصة في شمال حما وريف حما والتي يسيطر عليها جيش العزة وجيش العزة ليس مصنف بإرهابي ولكن قوات بشار الأسد هي من قامت بالاعتداء على هذه المنطقة وكما هو معلوم حاجز الزلاقيات الذي تسللت إليه عصابة الأسد والميليشيات الإيرانية بعد أن قامت الطائرات الروسية بمسح هذه المنطقة بالطائرات قبل يوم وتقديم هذه المعلومات إلى حرس الثوري الإيراني وإلى عصابة الأسد الذين قاموا بالتسلل إلى هذه المنطقة وكما قلت جيش العزة ليس مصنف إرهابي وليس موافق على هذا الاتفاق ولكنه التزم بهذا الاتفاق لأنه كما قلنا ليس من مصلحة الفصائل المعارضة أن تخرق هذا الاتفاق سواء التي أيدت هذا الاتفاق أو التي لم تؤيده وعلى سبيل المثال جيش العزة الذي التزم بشكل كامل في هذا الاتفاق علما أنه لم يوافق عليه ولم يقم بأي عملية خرق ولكن الذي يقوم بالخرق هو عصابة الأسد والميليشيات الإيرانية الإرهابية بدعم روسي نعم وفي نهاية المحور أشكر ضيفي من لندن سامر خليوي محلل سياسي وننتقل المشاهدين إلى محورنا الثاني لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر